سيادة الوزير تأتي زيارتكم لليبيا بعد موافقة البرلمان التركي على تمديد التعاون الأمني مع ليبيا لثمانية عشر شهرا آخر هل هناك ارتباط بين الحدثين أو هل نجد في زيارتكم شيء جديد؟ أنا أولا من خلالكم أحب أن تنقلون تحياتي ومحبتي واحترامي إلى جميع الشعب الليبي كما تعلمون لدينا مذكرة فاهم تم توقيعها العام الماضي بخصوص التعاون الدفاعي والعسكري والأمني في هذا الإطار تعاوننا مستمر في المجال الدفاعي والأمني والعسكري بين تركيا وليبيا ونحن نستمر في التعاون العسكري والتدريبي لينعكس ذلك بالفائدة على الشعب الليبي بالنسبة للتصريح الذي صدر من البرلمان التركي بشأن تمديد هو شيء اعتيادي نحن جئنا هنا بناء على دعوة السيد صلاح الدين النمروش سوف نقيم ماذا قمنا به وسوف نستمر في أعمالنا في الإطار الذي قدمنا سيادة الوزير بالرغم من أن الاتفاقيات الدولية هي حق دولي لحكومة ليبيا المتمثلة في المجلس الرئاسي إلا أن بعض الدول نراها متخوفة من هذه الاتفاقية المبرمة بين ليبيا وتركيا برأيك لماذا كل هذا التخوف من هذه الاتفاقية نعم علينا أن نحدد الأولويات أو الأسس بشكل جيد هنا الحكومة الوحيدة التي معترف بها لدى الأمم المتحدة في ليبيا هي حكومة الوفاق الوطني وبالتالي حكومة الوفاق الوطني بالطبيعي سوف تقوم بواجبها من خلال أن تراعي المصالح الليبية وتراعي حقوق ليبيا ترجمة نانسي قنقر